صباح الخير مشاهدينا وينما كنتوا عم تتابعونا بلبنين وبكل أنحاء العالم بتمنى أن تكونوا عم تمضوا برفقتنا أجمل الأوقات حلما وعدكم مع نيتشر واليوم معي ألا أبي رزق دكتور ألا أبي رزق رئيس برامج الهندس الزراعي بجامعة الروح القدس الكسليك صباح الخير صباح الخير كيفك ألا؟ صباح اليوم بنا نحكي عن إنتاج الحليب بلبنان أول شي خلينا نعرف عن الحليب أول شي صباح الخير صباح الخير كل اللي عم يحضرونا شريحة كبيرة من العالم بتستهلك الحليب يوميا إن كان حليب عم نشرب الحليب مثل ما هو أو كان مشتقات الحليب منتوجاته الأجبان والقلبان يعتبر الحليب بالعالم هو أهم مصدر غزة للبشر أهم من اللحوم وأهم من المشتقات الجيج والأسميك لأنه كل بلدين العالم وكل شعوب العالم تستهلك الحليب وما عندها أني نستريكشن إن كانت ثقفية أو دينية لأنه منعرف ببعض الأديان فيه أنواع من اللحوم ما بتتكل ببعض الأديان فيه أنواع من البروتيينات الحيوانية كمان ما بتتكل الحليب كل شعوب العالم بتقدر تستهلكه بال2024 أكيد نحن هلأ صرنا بزيادة بكثافة سكنية عالية العالم بينتج وبيستهلك بحدود المليار تون مليار تون يعني مئبل مئة مليون تون حليب لكل مليار إنسان إذا بنا نطلع نحن البلدين اللي أكتر شي بتستهلك كمية حليب بهذه الخريطة هن البلدين اللي ملونة بالأزرق والأزرق الغامع منشوف أنه بلدين أوروبا وبلدين أميركا يعني النصف الشمالي من الكرة الأرضية بيستهلكوا أكبر كمية حليب بتوصل مثلا بالدينمارك والبلدين السكندينفية لحد نصف طون حليب لكل إنسان بالسنة والبلدين اللي هي جنوبية خاصة البلدين الأفريقية منلاقي أنه الاستعلاك الحليب معقول يكون معدم مثل بالجمهورية الديمقراطية الكونغولية اللي بيستهلك الإنسان ما يقارب النصف اللي ترحليب بالسنة يعني تقنيا ما بيستهلك حليب صح هلأ إذا بدي أعطي تعريف شو هو الحليب هو المادة اللي بتفرزها الغدد الثدية عند الثديات وبتكون مألفة من 87% ماي فيها بقلبها نسبة دسم حسب صنف الكائن الحي أو البقرة أو الحياة ما اللي عم نحكي عنه تقريبا 3.5% دسم 3.5% بروتينات نسبة 6-7% نشويات أو كاربوهايدريتز ونسبة عالية من المنرالز والفيتامينز فيعتبر غذاء كامل فيه بقلبه بروتين بروتين وفات وكاربز ومنرالز وفيتامينز وووتر يعني هو غذاء كامل متكامل الطبيعة سمحتنا أنه نقدر نستهلكم نستهلكم طيب انتاج الحليب في لبنين خلينا نحكي شوي عن الانتاج في لبنين هلأ نحن مين اللي عم نحكي عن حليب البقر صح؟ مزبوط بس في عنا كمان حليب المعزة في عنا أنواع الأجبان كمان حليب المعزة واتسترا خلينا نحكي شوي عن انتاج الحليب في لبنين مزبوط هلأ قلت شغلي كتير مهمة بس نقول مصطلح حليب فقط منكون عم نحكي عن حليب الأبكار بالعالم نستهلك 80% من الحليب هو حليب أبكار مش نهيك التعريف بس نقول حليب فقط يعني حليب أبكار إذا بدي حكي عن حليب المعز أو حليب الأغنام أو حليب الجمال أو غير أصناف منقول حليب المعز فبلبنين نحن 80% من استهلاكنا وحتى أكتر شوي هو لحليب الأبكار بيلحق حليب المعز اللي هلأ عم بتزيده رح نحكي عنا أنا بقوله هلثي أكتر هلثي أكتر لأنه فيها دسم أكتر فيها دسم أقل فيها بروتين أعلى بس منا كتير بعيدة عن الأبكار لبنين بحاجة بحدود المليون طون حليب بالسنة لبنين بحاجة بالحدود المليون طون حاليا بينتش تلتون يعني تقريبا 300 ألف طون يعني نحن ما عنا اكتفاء زيته بالحليب نضطر نستورد كميات من أوروبا ومن بلدين مجاورة ومن بلدين أجنبية كرميل لنغطي حاجة السوق نحن بلد يعتبر من المستهلكين الكبار للحليب نحن اللبناني بيستهلك بمعدل 20 لتر حليب صافة بالسنة كحليب وبيستهلك بحدود الميت لتر لمية وعشرين لتر منتجات مشتقات الحليب مثل اللبنة مثل الأجبان مثل الأجبان البيضة لأنه بنظام الغذائي نستهلك كمية كتير كبيرة ففعليا نحن بلد ديفيسيتير يعني بدنا 70% من استهلاك الحليب مضطرين نستورده من الخارج المزارع عنا في عنا نحن عدد لا بأس به من المزارع تعتبر مزارع كبيرة موجودة بسهل البقاء بس أعطي تعريف لمزارع كبيرة يعني فيها بقلبها فوق الألف راس بقر حلوب المزارع المتوسطة عم نحكي لحد يعني تحت الألف لحد الميتراس وفي عنا المزارع الصغيرة اللي هي فيها تحت الميتراس في عنا منهم كلهم أغلبهم الأغلبية الكبرى للمنتجين الكبار موجودين بالبقاء وبيعملوه انتاج والمعامل بقدر أقسم المعامل في لبنان لصنفين في عنا معامل متطورة جدا مرخصة بتنتج أجبان وقلبين بجودة عالية جدا جدا وفي عنا معامل كمان متوسطة كمان تخضع لأنظمة وزارة الصحة وزارة الزراعة وزارة الصناعة وزارة البيئة كمان بينجوا أصناف بجودة عالية للأسف في عنا نحنا بعض المزارع اللي منا مرخصة للوزارة منا قادرة تحصيها يعني حيالله شخص قدر ينتج عنده 10-15 بقرة عم ينتج أنواع ألبين وأجبان هل سيهولي مش بستورايزد أو شيء؟ لا هلأ دائما صار فيه وعي عند المستهلك اللبناني وعند المزارع أنا ببرم بالسوق عم بقلك من عكار لجنوب أصغر مزارع صار عنده وعي للأمراض اللي معقول تنتقل للبشر وعندهم الطرق قبل كنا نأكل جملة بايدة كنا نخاف نخاف من مرض اللي اسمه الحمة الملطية هلأ صار فيه وعي مش نهاكم ما كتير منسمع أنه عم بيصير فيه مشاكل بيضل فيه مشاكل بس هيدا هلأ للأسف أنه فيه مزارع صغيرة ما نقدرين نحصيها وما نقدرين نعرف الجودة تبعولها هون بترجع لضمير المنتج ولواعي المستهلك من وين عم بشتري وشو بس كل شي ما نشوفه على رف السوبرماركت اليوم أو بمحلقة التكاكين هي جبان وقلبين خاضعة سيف هلأ من حفظت بالبراد عندي هذا غير موضوع بس اللي بقدر أكده أنه عم يطلع المنتج اللبناني من المعمل سيف سيف كتير نح تقديراتنا بالمستقبل شو هنه؟ موضوع تقديرات الحليب يعني إنتاج الحليب وإستهلك الحليب مهضوم كتير نحن في لبنان من عشرين سنة كنا مثلا نستهلك الحليب صخن كان الشعب اللبناني معود أنا بشرب الحليب صخن مضبوط اتغيرت عاداتنا وهلأ صرنا يغلوا الحليب يفوروا ويحب الشعب اللبناني يستهلك الحليب صخن هلأ اتغيرت العادات وصرنا أكتر ترند مثل يوروب وأمريكا نستهلك الحليب بارد كنا قبل نستهلك حليب البودرة بكميات عالية هلأ صرنا منفضل نستهلك الحليب الليكويد يعني نحن تقليدنا وطريقة استهلكنا الحليب عم تتغير نحن الشعب اللبناني من عشرين تلاتين سنة كان في فقة صغيرة كتير من اللبنانية اللي بتاكل قلبين ومؤجبين ومشتقات المعزة ويعتبروا أنه بس بالضياء وأنه هيدا منتج الفقير أنه أنا باكل لابنة معزة أنه أنا هيدا للفقير هلأ اتغيرت من عشرين سنة صار في مزارع كبيرة في لبنان بتنتج حليب معزة جودة عالية وموجودة بالأسوات وصرنا عم نشوف أنه الشعب اللبناني صار عم يستطيب قلبين الماعز وأجبين الماعز فعم نشوف نحن دايناميك عم بتتغير ومشاكل القطاع ومشاكل القطاع يس مشاكل القطاع عالية جدا مثل كل القطاعات الزراعية في لبنان خاصة باللبنان يعني عنا مشاكل عديد كلفة إنتاج الحليب عم بتكون نسبيا غالية لأنه أغلب الأعلاف اللي بتستهلكها هيدا الأبكار هي أعلاف مستوردة فأكيد بتتعلق بأزمات العالم مثل ما كنا عم نحكي بالجمعة الماضي عن إنتاج الحيوانات بلبنان أنه برشا وأوكرانيا اللي هن هلأ عندهم حرب هن أكبر ممتجين للأعلاف فطبيعيا رح تكون الأعلاف غالية جدا وعننا نحن التضخم الاقتصادي عم بيخلي المزارع يتعذب بس مش يعني ما عنا opportunities لأنه هلأ كنت عم قول أنه نحن مننتج 30% من الحليب اللي عايزينه يعني في عنا opportunities بالمستقبل نعمل مزارع بعد ثلاث مرات كمية أبكار من اللي موجودة حليا ومنظل نقدر نحن نسوي لهيدا المنتج بلبنان يعني عطينا هيك نصيحة نصيحة أنه ندعم المزارع اللبناني والمنتجات اللبنينية بأنه نفضل نستهلك الألبان والأجبان المصنوعة بلبنان من أنه نشتري الأجبان والألبان المستوردة مش يعني ما بتسوي المستوردة بس نحن نكون نشجع البطاعة بس هلأ يعني في لبنان حتى عم يعملوا أنواع من الأجبان يلي ما كان عنا إياهن قبل مثل الموزاريلا يعني مصنوعين كلهم بلبنان ونحن نفتخر بهالأشخاص اللي عم يعطوها المنتجات العالية الجودة كمان وإن شاء الله لبنان كمان يساعدنا تنستمر بهالطريقة مظبوط يعني رح نظل مناضلين وخاصة الزراعة ما عندنا كلها بتوقف والاستهلاك الزراعة والتربية الحيوانية ما بتوقف بدنا نشجع فبدنا نشجع نحن هذا القطاع ببنان ونجرب المنتجات اللي عم تقولي اللي عم تنجوا المزارعين اللي ببنانين أكيد أكيد يعني أنواع غير شكل ووجودة كتير كتير عالية لازم نجربهم على الأكيد Thank you Merci Alain أبي رزق رئيس برامج الهندسة الزراعية بجامعة الروح لأدوس الكاسليك دائما نحن نشوفك ونرجع ونشوفك غير مرة كمينا Be nature Have a beautiful day مشاهدينا وقفة ومنتابعة العيب مشاهدينا وقفة ومنتابعة العيب